وخلي بال حضراتكم والكلام ده أنا قلته للمعظم المكالمات اللي عملتها قبل ما خش الهوى كنت بقول لأي حد من اللاعبين أو أي حاجة تانية إحنا بنصعبها على نفسنا يعني اللعبة دي بتصعب الدوري على نفسها تخيل لو حضرتك كنت كسبت الماتشين اللي تعادلت فيه فخلاص طالما بتصعب الأمر على نفسك خليك على قد صعوبة الأمر الدوري السنة دي قصة تانية وحدودها تانية الكل اللي عنده دوافع ورغبة وطموح حتى الآن دي اللي لسه صعدة دعمت صفوفها بلاعبين جدد وأصحاب خبرات وبالتالي كل الفرق عندها أسلحتها اللي تقدر تكسب بيها أو على الأقل تعطى الفرق المقدمة أو فرق القمة المطلوب إن أنا ببص لنفسي أنا عندي مشكلة في الناحية الهجومية كيف يمكن حل هذه المشكلة وناخد بالنا من بعض من لا يشجع النادي الأهلي اللي بيندسوا وسط جمهور النادي الأهلي بيقعدوا يسخنوا ويخلونا نفقد إحنا عمرنا ما حنفقد ثقاتنا في لعبتنا إحنا دايما في ظهر لعبتنا ودايما حنقف في ظهرهم لغاية آخر ثانية وهو دا اللي إحنا متعلمينه من جمهور النادي الأهلي جمهور زعلان وينتقد من حق الجمهور إن هو يزعل وينتقد دي حاجة حقيقية ولكن ناخد بالنا من بعض من لا يشجع النادي الأهلي اللي بيحاولوا يعملوا فتنة ووقيعة ويوقعوا ما بين اللاعبين وما بين الجمهور دا بيحصل بقالوا ثلاث سنين وكلنا رصدين هذا الأمر ومتابعينه فالحقيقة لازم ناخد بالنا من كل هذه الأمور من حق حضرتك كجمهور النادي الأهلي تنتقد وخلي بال حضراتكم لما بتيجي تتكلم مع اللاعبين بتقولهم إيه الجمهور يعمل اللي هو عايزه ويقول اللي هو عايزه لأن الجمهور دا لما بتبقى كويس بيعمل إيه بياخدك من على الأرض كده بيشيلك من على الأرض شيل وبيحطك في سبع سمة اللاعبة لازم تاخد بالها من هذا الأمر أو لازم تبقى عارفة هذا الأمر إذا كان عندنا مشكلة نحلة إحنا حتى هذه اللحظة لما تيجي تبص للتسع مباريات أنت كسبت سبع مباريات وتعادلت في مبارتين فقدت أربع نقاط ولكن جمهور النادي الأهلي عنده الوعي اللي يخليه ما يبقاش حزين إنه هو فقط أربع نقاط ما عنديش مشكلة إنه أنا أفقد أربع نقاط ولكن الأداء لازم يبقى أفضل من كده وكلنا بنتكلم في هذا الأمر وكلنا بنتكلم من منطق واحد بس وهو منطق حبنا لفرقنا ولحبنا لنادينا وبالمناسبة بالمناسبة هي اللاعبة دي هترجع لمستوها إزاي مش بالكلام اللي أنا بقوله ولا بالكلام اللي فلان بيقوله ولكن حضراتكم هتقول لي يا عم إسلام هنعمل إيه هقولك مش أنا الإسلام اللي هقولك تعمل إيه ولكن أنا إسلام بتعلم من جمهور النادي الأهلي أعمل إيه وفي مثل هذه المواقف اللي هي مش ضخمة قوي نقدر نعمل إيه ونقدر نساند إزاي علشان الفريق يرجع للطريق بتاعه مرة تاني